المباراة بشكل عام شوفتها مباراة مهمة جداً بتتكلم على تالت فوز على التوالي ولولا الهدف اللي تم استقباله نوارده كان هيبقى ثلاث مباريات بكلين شيت بتتكلم على انه هي فترة تغيير جلد مهم جداً لو انت بتغير جلد سواء مدرب او لاعبين او جيل او انت بتدخل بعض العناصر الجديدة او عندك بعض الغيابات مليون في المية فانت بتعمل كل ده مهم جداً انك تكون بتكسب علشان الامور تبقى هادية مهم جداً نتائج تكون ايجابية مهم جداً انك تكمل فيه سلسلة الفوز عندنا النهاردة مبسوطين جداً بالفوز عندنا مباراة مهمة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله رحمن نخلص ب12 بنت 4 مباراة لسه اول مباراة بعد دي وما تبقى بعد سنة نكون حطنا رجل ونص ان شاء الله ب4 مباراة فوز على التوالي فانا شايف ان هي خطوة مهمة جداً جداً نحو الصعود لكأس العالم ونحو تهدئة الاوضاع على جميع الاسعيدة فيما يخص منتخب مصر لاعبين ومدير فني وجماهير وكل شيء ما كانش ينفع النهاردة يحصل اي حاجة غير انك تطلع كسبان اه في تباين في الاداء على مدار المباراة نتكلم عليه تفصلياً لكن في النهاية انا راضي جداً عن النافج انا حاجة انت تبقى راضي